سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أنا بصلي أن النهاردة تكون حلقة بركة للجميع والحقيقة أنه أنا النهاردة ضيفي أستاذي العزيز القص عادل مالك أهلا بحضرتك مرة تانية وأشكرك على كرمك معنا في الحضور والتعليم وأنا متطلعة لحلقة النهاردة الحياة يا شرف لي ربنا يباركك طيب حلقة النهاردة هي عن المرأة في الكتاب المقدس وحضرتكم أرسلت لنا أسئلة كتيرة جدا معظمها من الإخوة المسلمين بيسألوا عن أحوال المرأة في الكتاب المقدس ده اللي هنتكلم عنه بعد دقائق كتيرة قليلة مش كتيرة بس أحب أستأذن حضرتك أنه عندنا النهاردة موضوعين صويرين كده أحب بس أشارك بيهم المشاهدين في دقائق أولا يعني لأنه ده برنامج المرأة المسلمة إحنا قدمنا كتير قصص من البنات والسيدات اللي بتنتهك حياتهم وأكسادهم وبتزهق نفسهم بسبب التعصب في الأسرة والتعليم يعني لا تعطي للمرأة مكانتها اللي ربنا عايزها فالنهاردة لازم نقف ونتذكر قصة فتاة الحسكة اللي حصلت من عدة أيام قليلة بنت 16 سنة يقال إنها 13 كمان رفضت تتجوز ابن عمها فخدوها الأب والإخوة واللي هو مفروض يكون كان زوجها ابن عمها وقتلوها يعني بطريقة قتل وحشية جدا ويعني تسمع الخلفية تحس إنه الناس تجردوا من الإنسانية وكأنها أصبحت لا شيء حصل انفصال بين الأسرة والبنت دي لأنها رفضت تعمل حاجة هما طلبينها منها فبقت جريمة شرف واللي بنقول عنها لا شرف بنتذكر البنت دي وبنقول إحنا بنصلي إن مستقبل كل بناتنا في العالم العربي والإسلامي يكون أحسن من كده كتير ويكون في معرفة الإله الصالح الحقيقي اللي هنتكلم عنه النهاردة كيف ينظر المرأة اللي هو خلقها على صورته ومثاله وبصلي إنه كل الجرائم دي تتوقف وإنه دمائر الناس تصحى للي بيحصل لأولادنا وبناتنا بنت بتموت لكن قدامنا العيلة كلها إن اتهدمت وشباب مشاعرهم الإنسانية إن فصلت عن محبة أختهم أتلوها وهي كأنها لا شيء لكن هي مش لا شيء عند الله ولا أنت لا شيء عند الله أنت محبوبة عند الله وليك إيمة كبيرة الحقيقة أسفى أنه دائماً بيكون عندي مواضيع شائكة كده لا دا حاجة مهمة حاجة مهمة أننا نعرف ونتكلم طيب خليني بقى أنتقل لحاجة تانية يعني حب أن أنا أوريكم صورة الحقيقة جاء أنا هذا التهديد التالي الصورة اللي هتشوفوها على الشاشة هنا مكتوبة بالانجليزي لكن الحقيقة الألفاظ نابية جداً والتهديد بحاجات برضو نابية جداً وذكر اسمي وأسماء أو ذكر المقدمي برامي قناة الحياة لأن حد متغاز أولاً أقولك إحنا من سيفصلنا عن محبة المسيح لا تهديد ولا عطش ولا جوع ولا قطر ولا سيف ولا أي حاجة تقدر تفصلنا عن محبة المسيح أنت غطبان كلام تقدروا تقروا بقى اللي يعرف يقرى أنجليزي لكن الكلام فيه تهديد صارخ وقتله هيحصل فينا حاجات عجيبة إحنا مش خايفين تهديدك فاضي لأن قلبك مليان بالغضب والغضب بيقول أنك تبتدت تفكر فإحنا بنصال إنك تفكر بس عايزة يعني أنبه حضرتك لحاجة وأي حد بيفكر يهدد كده ويتكلم بالطريقة دي من فضلة القلب يتكلم اللسان هو ده اللي فضل في قلبك فكر إحنا بنتكلم عن إله محبة وننتقد أفكار ولكن مش ناس خليه كده نحط الصورة الموجودة دي حين الأستاذ أكرم إدريس نسي إنه صورته واسمه وتليفونه موجود وهو موجود على الشاشة اعتبروا بقى بلاغ اعتبروا يعني إحنا بنقولك شكرا غلبناك إحنا عارفين إن إحنا في حماية الله وبنصلي إن ربنا يلمس قلوبكم أيضا قلينا بقى ننتقل لكلام ربنا الحلم أنا أسفأس لا 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 إطلاقا ده كلام أنا للأسف معرفتش القصة دي ما سمعتش عنها فكويس إن إحنا هو تهديد من ضمن التهديدات لكن إحنا بنشكر ربنا إنه الناس بتفكر وبتتفرج وإحنا لا نسيء لأحد إحنا بنقدم الفكر ناقش الفكر بالفكر حتى لو اختلفنا بالضبط إيه المشكلة يعني يعني إحنا ما بنهددش أشخاص في أي حاجة لكن إحنا عندنا الحقيقة ملايين من العابرين وده التهديد ليهم إنه هم مش شايفين إنه ربنا بيغير قلوب الناس فبنصلي إنه يغير قلوبهم أيضا عايزة بقى أروح لموضوع المرأة في الكتاب المقدس وأنا يعني ببعث لحضرتك رسائل كتيرة بأسئلة الناس والأفكار اللي بنتجذبها لكن يعني أنا شفت من اللي تعلمناه من حضرتك في الدراسة إنه حضرتك عندك رؤية خاصة وقلب خاص ربنا ادهولك لخدمة المرأة لو تحب تعمل لنا أنت مقدمة لفكرتك عن اللي عايز تقدمه لنا النهاردة خالص خالص بلا جدال المرأة مهمة في الكتاب المقدس المرأة نص المجتمع المرأة أكتر من نص الكنيسة في كل العالم المرأة عادة بتبقى أزيد سنة من عدد الرجال فعلينا نحن نعرف إيه خدمة المرأة مش بس خدمة المرأة المرأة الكتاب المقدس نظر لها إزاي وإن شاء الله هناخد كمان في خلال دراستنا الرب يسبوع نظر إلى المرأة بأي وسيلة بس لما ندرس أجزاء كتابية خلينا ناخد في الاعتبار أن المجتمع غير مجتمعنا الثقافة غير ثقافتنا اللغة التي كتب بها الكتاب غير اللغات بتاعتنا ونعرف أن الموضوع ده بالزاد هو موضوع اجتماعي بيتغير من مكان لمكان أنا مش بنادي بأن كل حاجة نبقى متسوين فيها في كل شيء لأن ده مستحيل لأن لما الواحد يبقى عايش في مكان في الغرب غير لما يعيش في أرياف في الشرق الأوسط فاعتبار الثقافة شيء مهم جدا ولأن الموضوع بتاع المرأة موضوع اجتماعي بالأساس فخلينا دايما في ذهننا أنه ده مش هيأثر على عقيدة حد أنا مش بنطلب أنك تغير عقيدتك بنطلب أنك تبص وتشوف نظرة تانية لبعض الآيات الكتابية يعني إحنا عايزين نقدم يعني الناس بتتهم الكتاب المقدس أنه يعني أكحف حق المرأة يعني بحاجات أو اتهامات كثيرة لأنهم بيقروا آية ويروحوا واخدين على أنها إهانة أو أنه ده كلام الرب وممكن ما يكونش كلام الرب فده اللي حضرتك تقصد والفرق بين المجتمع والفرق بين الكتاب صحيح وكمان ما نركزش على بعض الآيات الصعبة يعني هو هنحاول نحلها مش لازم نهاردة لكن في الكتاب فيه أجزاء صعبة مش عايزة كلام وفيه حاجات يعني ناس كتير يفتكروا أنه بولوس كان ضد المرأة مع أنه بولوس كان رائع جداً مع بعض الستات وذكر لائحة كاملة بأسماء ستات رائعات وكانوا قادة على فكرة لكن هنحاول نعمله أنه إحنا بس نختصر النهاردة الموضوع كله بصفة عامة نظر عام نظر عام حلو جداً بالزبط دي بداية كويسة لكن ليه حضرتك ركزت بصفة شخصية في الدراسة في الموضوع ده بالنسبة للمرأة أنا مريت بكنيس كتير في مصر وهنا آخر كنيسة كنت بعبد فيها عدت مش أقل من 12 سنة كان فيها أول شيخة رسمت في مصر كانوا شيختين وإحنا كنا شباب في الوقت ده كنا لما بنعوز حاجة يعني كان فيه شيخ كتار وكنيسة كبيرة لكن ما كناش نروح للشيخ الرجالة كنا نروح لوحدة منهم بالذات لأنها كنا متأكدين أن هي تحل المشكلة طب خلينا نفسر للمشاهدين يعني إيه شيخة في الكنيسة هو إحنا في الكنيسة المشيخية بنرسم شيوخ وشيخات المفروض المجموعة الشيوخ مع الأسيس في الكنيسة هم اللي بيديروا عمل الكنيسة يعني هم منتخبين لكنهم هم اللي بيديروا عمل الكنيسة بدل ما نجيب الكنيسة كل أعضاء الكنيسة كل شوية ونسألهم عايزين نشتري ألم رصاص هم المجموعة دي اللي قادة الكنيسة هم اللي قرروا فليهم عمل إداري وعمل روحي العمل الروحي على أساسا الأسيس اللي هو بنسميه شيخ معلم لكن في بعض الشيوخ بيبقوا موهوبين روحيا إنهم يعلموا فطبعا بلا جدال وبنسميهم شيوخ لأنهم يعني كبار مش كبار سنا مش سن بالزبط بالزبط كده يعني مش الشيخة لازم تبقى عاجوز لا 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 إطلاقا أحيانا في الكنيسة الأمريكية بيبقى العكس الشيخ بيبقى أصغر من الشماس أنا طلب مني أنا كنت شيخ وطلب مني إن بعد ما بقى كنت شيخ أترسم شماس في كنيسة أمريكية ووافقت لأن كان الاحتياج في الوقت ده كده لكن لما مريت بالكنيس سواء في مصر أو هنا في أمريكا لقيت إنه أغلبها مش آخر كنيسة أنا كنت فيها في مصر أغلبهم ما بيرسموش سيدات لاشخات ولا قسيسات وكان أسباب بعض الأسباب أقول لك عشر أسباب بسرعة على إنه هم ليه مش بيرسموا ستات قالوا إن الله خلق في الأول آدم قبل حوة يبقى إذن فيه أفضلية وأسبقية تاني حاجة حوى خلقها الرب علشان تعين آدم معنى تساعد آدم يعني مش العكس يعني تلاتة سمح الله لآدم إنه يسود عليها مش بالتالي على الراجل بقى أن يحتل مكانه يعني أربعة ما كانش فيه في العهد الأديم كهنات كانوا بس كهنة رجالة خمسة تلاميذ المسيح كلهم رجالة اتناشر ما تكلموش عن السبعين لأن ما نعرفش أغلب أسماءهم يعني بيشار إلى الله في الكتاب المؤدس بالمذكر أبانا الذي في السماوات وتجسد الله كان في المسيح اللي هو رجل سبعة منع بولوس المرأة من أنها تتكلم خالص في الكنيسة تصمت وما تعلمش تمانية منع بولوس المرأة أنها تعلم الرجل آسف المرأة رفاق دي كانت تصمت يعني ما تتكلمش خالص ودي ممنوع ما تتعلم تسعة في الكورنثوس الأولى هقرالك كورنثوس الأولى 11-3 أتمنى أن يحطوها الشباب لكني أريدكم أن تعلموا أن المسيح هو رأس كل رجل وأن الرجل هو رأس المرأة وأن الله هو رأس المسيح معنى كده الرجل رئيس المرأة ده التفسير يعني وآخر نقطة حوة هي الأغوية مش آدم يبقى على حوة أنها تلزم الصمت لأنها قابلة للغواية طبعاً ده اللي تعلمته في كناس كتير وللأسف هذه الطريقة في تفسير الكتاب خاطئة جداً عشان ما حدش يسمع العشرة دول يعني شباب عملوني يقولي شايفة بقى شايفة لا أنا أقولهم بس بشوف بوري الأخطاء كمان اللي فيها بالضبط لأنه دي كل واحدة من النقطة دي حلقة أو اتنين لأنه الحقيقة التفسير بالطريقة دي تفسير إسلامي خالص يعني مالوش دعوا بالكتاب أنا هقولك على أمثلة لخطأ التفسير ده خليني أقرارك من تمثاوس الأولى أصح اتنين عدد تمانية وحداشر واثناشر ده أول مثال على خطأ طريقة التفسير اللي احنا قلناها في العشر دولة مصبوط فأريد أن يصل الرجال في كل مكان رافعين أياد طاهرة بدون غضب ولا جدال حداشر لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتصلت على الرجل بل تكون في سكوت طيب ليه أفسر عدد حداشر واثناشر تفسير حرفي عن المرأة واجل عدد تمانية اللي هو عن الرجال ما فسروش حرفي مصبوط ليه الرجالة ما بيرفعوش إيديهم دايما في كل مكان عشان يصلوا ليه بيحدث في اجتماع القادة اللي أغلبهم رجالة غضب وجدال ونزاع وخناء ويمكن يوصل للإيدين وشتايم كمان طيب إزاي أنا أركز على جزء ومجيش للجزء التاني في نفس المص في نفس المص بالظبط المثل التاني من نفس الأصحاح ونفس الرسالة عدد تسعة وعشرة وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لقالق أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة ليه نفسر جزء بتاع صمت المرأة ونيجي هنا يعني إحضاري الأفراح هل دا اللي بيتكلم عنه بولس ومش ليه ندق في حاجة ونفسرها حرفي وليه نيجي في الحاجة التانية أنا مش بقول أنه غلط اللي بيربسوه في الأفراح على فكرة دا كل مجتمع ليه من غير أفراح ما هو يعني من غير أفراح يعني كل واحد حرفي اللي بيربسوه ايه لكن نحترم الثقافة والمجتمع اللي هنا فيها المثل التالت برضو عدد المثل التالت هروح لكلنفس القول 11 من 2 ل 6 لكن مش هقرأ غير 5 و 6 هم كل النص يعني بيتكلم عن الجزء ده وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه سورة الله ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل بيصر البعض أحيانا على أن الستات يلبسوا غطاء رأس أول ما يدخل الكنيسة وما يسمحش ليهم بالتنبؤ ولا الصلاة ولا تكلمه يعني بيقول لك هو هنا أساسا حاطت الشرط ده الرسول بورس للي عايزة تصلي أو تتنبأ تتغطى بس في مكان معين ده هو أساسا على فكرة لما هندرس إن شاء الله في المستقبل هتلاقي إن ده ما تكلمش عنه في مكان تاني ده مبدأ غير لهوتي مبدأ كان خاص بكنيسة كورنثوس لأنه هم بعتوله رسالة شعب الكنيسة بعتوله رسالة بيقولوا فيها كل الأسئلة بتاعته مشاكله مشاكله وكانت رسالة كورنثوس كانت مليانة بالمشاكل الحقيقية داخل جسد الكنيسة وهو كان بيعالج مشاكل الكنيسة بالضبط ده أصح 11 على فكرة ابتداء من سبعة بيقول إيه في بداية سبعة وأما من جهة الأمور التي كتبتم ليه من أجلها يعني كتابوا له رسالة وهو من جهة الأمور دي بيبتدى بقى يتكلم ويحل مشاكلهم يحاول حل مشاكلهم فالست طب ليه التنبؤ ده حاجة من اتنين إما تنبؤ بالمستقبل وده مش موجود النهاردة أو تنبؤ بمعنى تعليم يعني النبي ناثان نلاقيه في العهد القديم أساساً ما كانش بيه تنبؤ ده كان بيعلم داود إيه الخطأ الكبير اللي عمله تعليم فليه ما سمحك للستة بس بيستلم من الله بالروح طبعاً وده المقصود بي طبعاً فإزاي إن إحنا نقول إن إحنا الست ما تعلمش وبعدين نجي نقول لا لكن تغطي رأسها وهي بتتنبؤ طب إزاي فكل دي مجرد بس يعني فكرة سريعة عن طريقة التفسير الحرفية ما ينفعش إنك ما ينفعش إن إحنا نستخدمها باستمرار يعني حضرتك علمتنا إنه إنه في حاجات هناخدها حرفية طبعاً لما تتصل باللهوت مثلا بالزاب أو الأخلاق أو الأخلاق ودي النقطة اللي هي باقترحها عن تفسير الكتاب بالنسبة لتعليم المرأة أنا في رأيي إنه لما عشان نسهل على الناس دي مش طريقة على فكرة لدراسة تفسير الكتاب وتطبيقها في كل الأحوال أنا بس بتكلم بالنسبة للمرأة جيت يعني لقيت إنه أسهل إن إحنا نبص للنص في حاجة من أربع حاجات إذا كان لهوتي يعني إذا كان مبدأ لهوتي زي الخلاص بالإيمان لهوت وبشرية المسيح موته وقيمته كل الحاجات دي المجيء التاني للمسيح كل الحاجات دي لهوتية ولازم أفسرها حرفي طبعاً كذلك زي ما قلنا الدراسة الأخلاقية لما أبص ألاقي بيمنعني الكتاب عن شيء معين أخلاقي برضو الحاجات دي لا تسرق لا تقتل محبة الجار الاهتمام بالفقير الضعيف المريض كل دي حاجات أخلاقية لا بد أن أنا أفسرها تفسير حرفي لكن في حاجتين وهقول لي أنا بقوله إنه إحنا ما نفسرهمش حرفي الحاجة الأولى التقصيات الحاجات التقصيات في العهد الأديم الرب يسوع نفسه ما فسرهاش حرفي فليه أنا أفسرها حرفي أنا لازم أتبع الرب يسوعها لديك عدد من سفر اللويين اللويين 19-19 عشان نشوف قد إيه إن إحنا أساساً ما بيفسرهش حرفي ما فيش حد بيفسره حرفي النهاردة بيقول فرائد تحفظون لا تنزب هائمك جنسين أي تهجن يعني طب إحنا كتير من الناس بتهجن الحمر والحصان عشان يطلع باغل مثلاً وحق لك لا تزرع صنفين بنزرع النهاردة صنفين لأسباب في الزراع ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين يعني من مادتين ما ينفعش الواحد يلبس ثوب من قطنه بوليستر يعني كل اللي بنلبسه حرفي للوقت فدي حاجات اللي هي تقصية كانوا بيعملوها تقصية الرب ياسوع فسر السبت تفسير روحي صحيح وبعد كده الرسول بولوس بالنسبة للختان وبالنسبة لكل الحاجات دي كلها بقت روحية بزرع آخر حاجة الدراسة الثقافية أو البيئة الكولتشر من حيث العادات اللي كانوا بيعملوها في الوقت ده بتختلف من مكان لمكان وما ينفعش كنيسة زي ما أنا قلت قبل كده في الشرق الأوسط تطبق نفس الحاجة على ثقافتها وبيئتها اللي احنا بنطبقها في الغرب مثلا هقولك مثل من روميا 16-16 سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة عملالنا مشكلة دي يعني الناس من الأديان الأخرى بيفتكروا ان احنا بندخل الكنيسة بقى كله ويبوس بعض وفي حاجات وبعدين الفكرة هنا على فكرة دي حاجة ثقافية اللي في مصر ينفع ما ينفعش هنا في مصر الرجالة بيبوسوا بعض والستات بيبوسوا ما لم يكن من نفس العيلة كلنا بنبوس بعض بس يعني هي علامة محبة لطيفة برضو بس برد كده ما بندخل الكنيسة في كيسة الأرثولوكسية مثلا كل أداس بيعملوا سلموا على بعضكم بقبلة المقدسة ونفضل بقى نعمل كده يعني يعني ما فيش بس تطبيقها قصدي ما ينفعش في كل مكان في الغرب ما ينفعش رجل يبوس رجل دي ما ينفعش بالتالي تفسير الكتاب شيء جميل لكن دي مجرد حاجات بسيطة بالنسبة لتفسير الكتاب عشان نفهم إن المرأة والنصوص اللي تكتبت دي حاجة خاصة بالثقافة والمجتمع لأن كمان حاجة مهمة قوي وخلص بعد كده إن الرب يسوع ما تكلمش عنها على فكرة الرب يسوع لم يتحدث ما قالش ما ترسوم الشيخات ما قالش المرأة تصمت في الكنيسة بالتالي ده مبدأ غير لهوتي بولوس ما قالش حاجة إلا لما يكون الرب قالها الرب يسوع قالها ولو قال حاجة جديدة بيقول لنا بيقول أقول أنا أقول أنا للرب اللي هي كانت عن حاجة خاصة بمشاكل كنيسة كوروانفوس طيب الحقيقة من برح كان فيه نقاش يعني حاد جدا في موضوع لا مش حاد هم كانوا لطاف جدا لكن كان الفكرة أنه يعني في العهد القديم ما كانش فيه كهنات ده مش ظلم من ربنا أنه ما كانش فيه كهنات فأنا قلت أنه ده ده تقس ورمزي يعني ده ملوش علاقة بأنه ربنا بيفصل بين الجنسين طبعا فموضوع العهد القديم وتطبيقه على العهد الجديد واضح جدا لأنه النهار ده ما فيش حاجة تمنع أنه الستة تبقى قائدة كنيسة صحيح بس هقولك حاجة بالنسبة للكهنة ايه عمل الكهن في العهد القديم كان هو ينوب عن الناس وعن نفسه بأنه يقف قدام ربنا عشان يقدم ذبيحة أو ذبايح عشان يطلب من الرب الغفران عن نفسه وعن شعبه ده عمل الكهن لكن عمل النبي أنه يسمع صوت الله فينوب عن الله ويقف قدام الناس طيب ما كان فيه نبيات كان فيه نبيات ودي كانت أحد الأسئلة صحيح طيب يبقى إذن الله ما كانش عنده تفرقة بين حصل أنه في الوقت ده ما كانش فيه كهنة للأسباب للأسباب الباتريارك الجيل ده الجيل بتاع العهد القديم الأبوي الأبوي أشكرك الجيل الأبوي بتاع العهد القديم كله ما كانوش مستعدين في الوقت ده أنه يكون فيه كهنة لكن النهاردة كهننا الرب يسوع بالضبط خلاص هو الذبيحة هو الكاهن وانتهى عمل الكاهن وانتهى عمل الهيكل وإحنا كمان أصبحنا ملوك وكهنة مزبوط مزبوط لا ده رد رائعي أنا عايزة قبل ما نعدي العشر نقاط علشان عايزة يعني يقول المشاهدين أنه العشر نقاط دول يمكن يبقوا عشر حلقات خلاص حضرتك محجوز بقى بيت السنخ لا هو فعلا العشر نقاط اللي حضرتك قلتهم مشاكل كبيرة في فهم صحيح يعني رؤية الله للمرأة يعني حتى أنه المسيح جي زكر ما جياش أنسة يعني ده لو رجعناه لمفهوم أن الله ذكر هل الله ذكر نو الله روح الله روح والله قال أنه خلقنا إحنا على شبه وممثاله اللي اتنين زكر وأنسة خلقهما بالصبط فاحنا منه اللي اتنين الزكر والأنسة مزبوط فهم وده يوري أن تفسيرنا للكتاب نعم في أخطاء بالضبط أنا هقولك على مثل أخير بالنسبة لتفسير الكتاب تفتكري يمكن أنت ما كنتش تولدتي أو كنت صغيرة ساعة ما دخلت الاشتراكية العالم العربي ساعة ما دخلت الاشتراكية وابتدى عبد الناصر يتكلم في الاشتراكية والقومية العربية المسيحيين عملوا إيه كان رد فعلهم قعدوا يدوروا في الكتاب المؤدس عشان يقولوا أننا صح اشتراكيين المسيحية هي اشتراكية يبقى هما دخلوا الكتاب بفكرة يدوروا عليها على الفكرة في الكتاب عشان يثبتوا حاجة أصلا مش في الكتاب مش في الكتاب مالهاش دعوة بالحياة الروحية فراحوا لقوا عدد رهولك اللي هو عمال أربعة اتنين وتلاتين وكان المؤمنون جميعا متحدين في القلب والنفس ولم يكن أحد يقول إن شيئا من ممتلكاته له بل كانوا يتشاركون في كل شيء يملكونه يعني كانوا بيشتركوا في كل شيء طبعا هللوا رأسوا قالوا عن التلاميذ هم كانوا بيطبقوا الاشتراكية مش هيجي لهم طيور الظلام وكانت الطريقة دي خاطئة لأننا ماينفعش أدخل الكتاب المؤدس بفكرة عشان أحاول أثبتها ده احتقار لكلمة الله أنا أدخل كلمة الله بتواضع واحترام وأشوف الكتاب عايز يقول لي إيه أنا مش ضد الاشتراكية ولا مع الاشتراكية الاشتراكية أغلب الدول الأوروبية دلوقتي فيها جزء اشتراكي و جزء رأسمالي وهنا هتلاقي فيه جزء اشتراكي و جزء رأسمالي لكن و مش من حقي و أن أنا أبند الاشتراكية والرأسمالية دول تحت بنود إيه من ناحية المسيحية المسيحي الحياة دي مش مشكلته يعني فيه حياة وفيه حياة روحية حياة روحية الكتاب يتكلم عن الروح والحياة القلب النقي مع الله صحيح وبالتالي لما أدخل للكتاب ما ينفعش أن أنا أدخل بفكرة مسبقة ما أقولش حتى بالرغم من أننا شخصيا بأؤمن بأن رسامة المرأة مهمة ومن المرأة تخذ دورها في الكنيسة لكن ما ينفعش حتى أن أنا أدخل الكتاب علشان أثبت الكلام بتاعي ده من الكتاب الفكرة أساسا بالطريقة دي ده مش تفسير ده يبقى أنا عايز أثبت نقصة معينة والكتاب أقدر أثبته بس إثبات الطريقة الغلط بالطريقة الغلط لأن أنا لما أدخل الكتاب بفكرة معينة مسيطرة علي هنسى بقى ربنا عايز يقول لي إيه من الكتاب مزبوط مزبوط طيب يعني من الحاجات اللي بتقابلنا دايما في الأسئلة في الموضوع ده يعني البداية في سفر التكويل البداية كانت إزاي والاتهامات برضو بعض من الاتهامات ضد منظور الله للمرأة إنها معين نظيره يعني معناها أقل أو إنه إنه الله نعنهم هل الله علاء عن المرأة والرجل وموضوع التسلط وإلى رجلك يكون اشتياقك فالصورة في البداية في الكتاب المقدس ربنا بيوريها لنا إزاي جزء ممتاز كجزء بنتكلم عنه هأرى لك تكوين واحد سبعة وعشرين فخلق الله الناس على صورته على صورته خلقهم ذكرا وأنثى يعني خلق الاثنين على صورته هو وتكوين خمسة واحد واثنين هذا كتاب موليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودع اسمه آدم يوم خلق يعني الاثنين الله خلق الاثنين على صورته مش خلق آدم على صورته وحوه على صورة آدم بالنسبة لنقطة التسلط هل تسلط آدم على حوه بسبب ترتيب الخليقة مش ممكن مش ممكن ليه لأن في اليوم السادس أولا الله خلق الحيوانات قبل آدم يبقى نقول أن الحيوانات تتسلط على آدم ترتيب الخليقة مالوش علاقة هنا ده بالعكس يعني خلقة آدم الأول ما بتقولش أنه أفضل منها لا إطلاقا لسبب بسيط كمان أن في عهد في عصر من العصور ظن بعض الناس أن المرأة هي تاج الخليقة يعني المفروض هي اللي تتسلط على آدم هو وراء أنه حسن جدا مش حسن بس بالضبط الرب قال حسن جدا لأنه خلق في اليوم ده الإنسان الفكرة هنا أنه خلق الحيوانات وبعدين آدم وبعدين حوى دي فكرة المجموعة دي لكن أنا طبعا مش متفق مع المجموعة معدي لأنه هما الاثنين واضح جدا أنه هما الاثنين كانوا شاركوا مع بعض في أنه هما الاثنين يرعوا خليقة الله التسلط جه عقاب للخطيئة جه من عواقب الخطيئة عواقب عواقب الخطيئة تبعات يعني تبعات consequences الاثنين آدم وحوى أخطأه والاثنين خدوا العواقب بتاعة الخطيئة وقبل السقوط نرأي نلاقي أن الزواج كانوا الاثنين متساوين في تساوي قبل الخطيئة لأنهم تسلطوا بالظر على الخليقة على باقي الخليقة بيخدموا الله معا وليهم نفس الرسالة تكوين واحد ثمانية وعشرين بيقول وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبوا على الأرض بعد السقوط الرجال أخطأوا أن هم افتكروا أن التسلط ده أعطي ليهم ووهب لهم بدل ما هم كانوا فاكرين أن هم ده عقاب من عواقب الخطيئة فلافت أذري معيش أقول لحضرتك فكرة لفت نظري كلمة تسلط لأنه أدم وحوة في محبة الرب في معية الرب كانوا بيتسلطوا على الخليق عشان يثمروا ويكثروا ويجعلوها أفضل وأجمل أجمل ونفعة صحيح لكن لما الخطيئة تسلطت أصبح التسلط الغير محبوب عند الله أو غير مرغوب عند الله اللي ما كانش هو عايزه أصلا أصبح من عواقب الخطيئة أو توابع الخطيئة وده يخلينا يعني وكأنه التسلط خطيئ نفسه هو جي من نتائج الخطيئة أي وبالتالي للأسف الشديد الرجالة افتكروا أن ده أعطي لهم أو هبالهم فبالتالي ابتدت تزيد التسلط على الناس الرجل يزيد التسلط عليه خاصة على النساء واتمدت النساء أخطأ النساء كمان أنهم اعتمدوا تماما كلية على الرجل وبقوا سلبيين وسبوه يتسلط أكتر وأكتر وجه ده على فترات طويلة على فكرة يعني بالتالي كان التغيير قليل لكن جه على فترات طويلة فالتغيير أصبح كبير على فترة طويلة الراجل استخدم سلطته المرأة لم تعارض التغيير صعب لكنه ممكن يعني إيه معين النظير أي اللي قالها في عدد 12 قال الرب والإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين النظير كلمة معين يعني مساعد لكن المعين بمعنى مساعد قد تكون أقل مساعد مهندس أقل من المهندس دراسته وخبرته أقل لكن في مساعد أو معين أعلى من الشخص اللي هو الله نفسه الله معيني ونفس الكلمة على فكرة بالعبري اللي استخدمت في التكوين هي اللي بتستخدم في المزامير عن الله معيني المعين المعين وقد يكون الشخص مساوي زي في قصتنا بين آدم وحوة الجزء ده من التكوين أنا أؤمن أن التساوي واضح جدا حتى من طريقة خليقة المرأة يعني أنها لم تخلق من رأسه ولا من رجله ولا من ضلعه وخلقت لتكون مساعد لي ليس درجة تانية لكن عشان يكونوا مع بعض هما الاثنين شركاء في الحياة متسويين في القيمة وإيه اللي بيقدموا للمجتمع وإيه اللي يقدموا للكنيسة ده في رأيي هنا التساوي أنا ببص للأمر ساعت من منظور الله فأنا بقول الله الملك لما يدي ابنه معين نظير إحنا الملك لما يجي يجوز بين ابنه ولا بنته يروح يجيب له حد من مملكة أقوى أو حد له مكانة أو يعني علشان يبقى يرفعه معين يرفعه مش سورة يعني هو مش جايب له واحدة تخلف له لا ده جايب له واحدة عندها مكانة وليها سلطان أيضا لأنها برضو بنت ملك بالضبط فأنا شايفة أنه كلمة معين نظيره هو فعلا معين لأنه مواهبها اللي ربنا ادهالها في المعونة بالفكر وبالفهم ودورها كامرأة مازال نظيره يعني مساوي يعني مساوي بالضبط بالضبط سؤالك كان عن اللعنة والعقاب والعواقب طيب هأرالك من تكوين ثلاثة بقى اللي هو الجزء اللي أعطى فيه الله لعنة وأعطى فيه عواقب أو عقاب قال الله قال الرب الإله تكوين ثلاثة من اربعتشر لتسعتاشر قال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهاء ومن جميع الحشر برية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وقال للمرأة مش لعنة بقى ما فيش لعنة تكثيرا أكثر أتعابك أتعاب حبالك بالوجع تلديين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم برضو مش لعنة لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك الأرض مش آدم بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود بعد السقوط في عواقب للأصيان العواقب دي أوتوماتيك لما أطلع في الدور العاشر وارمي نفسي لازم ها أموت صحيح الله أدى لعنتين واحدة للحية وواحدة للأرض بسبب الإنسان لكن للإنسان ما تداش لعنة وادى مجرد عواقب للخطية الله سأل آدم شوفي الترتيب في الأول سأل آدم هو أنت أكلت من الشجرة اللي أنا أوصيتك أنك ما تاكلش منها رد آدم وقال إيه ما قالوش أيوة أنا غلطان أنا آسف أنا باعتزر اغفر لي يا ريت كان قال كده لأ المرأة التي قالتها معي يعني أنت والمرأة يعني المرأة أو أنت اتهم الله واتهم المرأة يعني لام المرأة ولما بدأ آدم في إلقاء اللوم على حوة وعدم تحمل المسئولية فقدت الثقة بينهم وكسرت العلاقة السليمة واللي كانت بين الزوجين بعد السقوط اللي كانت بين الزوجين قبل السقوط كان في علاقة متينة وثقة نعم لما حوة سمعته بيقول المرأة نعم الثقة فقدت هنا فقد آدم وحوة لاتنين فقدوا الأمان اللي تمتعوا بيه قبل السقوط لأنه دي حاجة دي حاجة بنجدها دايما بين الأزواج النهار ده صحيح فيه مفهوم بيقولك أنه حصل صراع على القوة والمركز أنا مختلف جدا مع الرأي لا لا ده هما ده هما الاتنين ابتدوا وهي ميزة لحتى بعد كده لامة الحية ما هو ما هو في الأول هي الحية ميزت أن الحية خداعة هي كان عندها تمييز في حتة الحية دي مش عشان يعني ست بس أنا مقتنعة بالحية هي أول من ميز أن الشيطان مخادع بس ده الوقت اللي فيه تصلت الرجل على المرأة واللي ابتدى فيه آدم يحول يدي اللوم ومش يتحوى في نفس السكة للأسف لما سألها الله ابتدت لوم الحية اللي هو دابليم جيم يا وأصبحت جزور الشر هنا واضحة بقى بداية جزور الشر اللي هو عدم تحمل المسئولية عدم تحمل المسئولية والقائل ومعلى الآخرين ومفيش توبا والحد النهاردة يا في الشرق الأوسط تلاقي يقولك هي اللي كانت لابسة كده هي مش عارف بزبط صحيح كانت الحية هي البادئة لكن بلا جدال كان الإنسان مسئول هنا بيدي الله لعنة للحية ملخصها أن من نسل المرأة هيجي المسية والمسية هيتصلم يعني هيسعق رأس الحية والحية تؤذي عقبه يعني رجله من جزء من الصليب وأعطى الله لعنة للأرض بسبب آدم إزاي؟ ده اللي حصل للأرض عواصف شديدة زلازل براكين جفاف بسبب بسبب الجفاف حرائق ودي اللعنة هي من عواقب خطيط الإنسان على فكرة لأنه دي ما كانتش الأرض اللي ربنا خلقها لنا بالزبط هي كانت الجنة بقى الحديقة الجميلة العرض كلها كانت معدة لأنها تكون سبب خير للإنسان صحيح الخطيئة حولت ده مظبوط لشوك صحيح صحيح والعواقب اللي جت لحوى أن الرجل يتسلط عليها ويتعب وهو وتتعب في الولادة نعم وهو يتعب قابلين وهيفضل يشتغل عمل شاق عشان يجيب مقوى وأكل لعيلته مظبوط علشان كده علينا احنا الرجالة إن احنا ما نفتخرش بالتسلط ده مش حاجة نفتخر بيها ده جت من عواقب الخطيئة والنهاردة بعد خروج المرأة إلى العمل جنب الراجل يعني أصبح الاتنين بيساعدوا بعض يعني المرأة بتشارك الرجل فيما أسند إليه هو في الوقت ده يبقى علينا احنا نشارك القيادة بالزبط يعني يعني بالتالي ما يكونش فيه تسلط نعم ودي على فكرة بتكون فيها نوع من الثقة في النفس الراجل اللي عنده ثقة في النفس مش محتاجة انه يتسلط أو يصغر حد جنبه يعني مش لازم اللي قاعدة جنبك تبقى أصغر منك انت منفروض تفتخر بيها مصبوض كان عندي سؤال في الحتة دي أو مثلا أو منظور يعني ليه احنا بنتوق انه حياتنا مع الله اللي احنا بنأمله انها تغيرنا فنرجع بقى للطبيعة الأولى وللمكان الأول اللي ربنا كان عايزنا فيه من الأول ولكن نيجي في العلاقات الإنسانية وخاصة العلاقات الزوجية ما نرجعش الحكاية للأصل عايزين التسلط عشان الواحد بيحس كنترول ايه هي بالظبط التسلط is كنترول اه طبعا طبعا مش عايزة كلام وانا كتير من الأزواج الرجالة يقولوا لي طب المركب اللي برايسين تغرق انت عايزنا في الجواز يعني عندهم حق المركب الرؤيل بس الجواز مش مركب مين اللي قال ان الجواز مركب هو فيه نوعين من القيادة على فكرة نوع أول اللي هو القيادة المطلقة الابسوليوت دي تنفع في الجيش تنفع في المركب لكن فيه قيادة المحبة اللي علمها لنا المسيح نفسه ومين اللي المفروض يكون قائد البيت هو الرب يسوع هو الرب يسوع هو اللي يقود لاتنين احنا لو احنا تيم مع الرب يسوع مش هنحتاج لتسلط ده حقيقي ده حقيقي لما يكون منظرنا للزواج انه القائد الاول في البيت والوحيد بالصب هو الرب يسوع اما تيجي المشكلة واحنا قاعدين في البيت ونقعد قدامه ونقول له رب احنا مش عارفين نتفاهم غير قلبي مش غير قلبه بالصب مش غير قلبها غير قلبي انا فيعني الحقيقة الصورة دايما بحس انه الاسحاحات الاولى في سفر التكوين وكأنها يعني صورة فرح جميل واحتفاء من الرب بأولاده وايضا صورة مرعبة صحيح لقصوة قلب الانسان والخطيئ صحيح وتوابع انا متأكد انه مش قصدق طبعا انه في كل الاحوال لانه انا عارف الناس اللي بيسمعونا او بيشوفونا في حالات صعبة وبتبقى فيها الست بتطلب تغيير قلب الراجل ايه طبعا والعكس انا صلي من اجله لكن احنا كلنا نتغير كلنا نتغير كل يوم كل يوم بالصبت امين طيب هل هيكون عندنا وقت ان نتكلم في حتة ايه لراجلك يكون اشتياقك طيب هي دي تنضم فيه وقت بس هقولها يعني بسرعة يكون فيه رجل بد ان يكون فيه رجل يتسلط عليها ويحميها في نفس الوقت فبالتالي هي كانت عايزة كده هي المرأة كانت سلبية يعني الرجل تسلط والمرأة كانت سلبية اسمح لي احط صورة تانية طبعا طبعا انا مش بشوفها كده بصراحة من اكتر المشاكل انا حربطها بقية في الكتاب المقدس انه الرجل يحب المرأة كما احب المسيح الكنيسة يعني المفهوم العام انه المرأة تحتاج الى الحب ودي فعلا حاجة حقيقية صحيح كلنا بنحتاج للحب فانا ما اعتقدش انه الاشتياق ده بمعنى اشتياق للسلطة ولكن اشتياق للمحبة الحقيقية اللي كانت موجودة قبل كده قبل السقوط قبل السقوط اللي كسرت بالخيانة اللي حصلت الاتنين ايه ايه انا مش ودي من الحتة اللي الناس بتقول ان هي عايزة السلطة بتاعته او عايزة انها تاخد مكانه في سلطان ولكن الست تعرف انه اشتياقاتها لزوجها مش اشتياقات جنسية لا دي اشتياقات انسانية ايه انه يكون مصدر امان وحماية زي ما هي مصدر رعاية ومحبة وحضور ولكن يعني يمكن في الاسحاح ده بالذات بتلاقي انه الله قرر النتائج بيقولهم ادي النتيجة ادي النتيجة اللي انتو عملتو ادي النتيجة مش عارفة اذا كانت المرأة كانت سلبية فعلا كنتبي פكر في ايام نوح مثلا ايه كان دور المرأة في ايام نوح ما كانش واضح انه في دور سلبي لا كان واضح انه نوح اخد مراته وأولاده أو يعني عيلته وبستاتهم وكان كل أكيد كان كل بيعمل في تدرج بقى صحيح في الخطيئة والسلبية والتسلط أنا شايف أكتر من الفكرة الباترياركية في التعامل مع المرأة ده رأيي الشخصية طبعا وعلى فكرة الباب مفتوح لتعدد الأراء والاختلاف الأراء أنا كنت شايف الجزء بتاع إبراهيم أنها كانت بتدعوه سيدي وكنت شايف أن دور المرأة بعد نوح طبعا ابتداء من تكوين 12 هو ده اللي كان فيه واضح سلبية المرأة يعني حتى في دور سارة هي كانت بتدعوه سيدي بس كانت ممشيها الدنيا كلها كانت مخططة كل حاجة لكن في نفس الوقت هي اللي عرضت عليه هاجر بس الرأيين على فكرة مناسبين يعني مفيش يعني مش واضحة الجزء ده أصده إيه يعني ما حطش للأسف ما كنت شايف فيه فوت نوتس بس فيه طبيعتنا اللي احنا بنعيشها النهاردة وشايفنا آه بالضبط أنا مش عارفة حضرتك عايز تتكلم عن إيه بالتحديد لأنه فضلنا تقريبا أقل من 10 دقايق ثلاث دقايق هقول لك ثلاث دقايق ثمان دقايق ثمان دقايق طيب أشكر لكنه هما الاثنين أصبحوا واحد في المسيح مزبوط بمعنى إيه إن احنا بنكمل بعض الله خلق الاثنين علشان الاثنين يحتاجوا لبعض علشان الاثنين يكونوا يعني قربوا من صور النجاح وهم مع بعض كعيلة كعيلة في نفس الوقت متسويين في الكينونة البيينج الكينونة متسويين في الفكر والعقل والقدرات متسويين في الخدمة في القدرات طبعا لأنهم واحد في المسيح اللي هو حررنا من العبودية من عبودية التعصم ضد الأصل والجنس والنوع وهقرالك في غلطية ما يؤيد الجزء ده لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين تمتتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة جميعا كلنا والحياة بيحدرني آية أنه أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني دي للراجل والست والطفل والكل مظبوط فالتساوي في الفرق في موضوع القدرات ووصلها بتفكر أقل ووصلها عاطفية ووصلها مش عارفة أنت عندك رجال عاطفين جدا جدا يعني التفريقات دي الحقيقة مكحفة وظلمة لله نفسه أنا بشوفها كده وطريقة حسكت بقى عشان لا لا طريقة التربية نعم يعني لو سبتي الطفل الولد يطلع زي ما هو ربنا يديه له بالضبط المواهب والعطايا لكن أنا متربي في الصعيد في مصر أن الولد ما يبكيش صحيح متربي في الصعيد أن أول ما أبقى 18 سنة ما أجريش في الشارع شوف النهاردة الناس بتجري حاجة كويسة وهكذا في ثقافات في حاجات ثقافية بتضغط علينا سواء الولد أو البنت البنت تلبسي ما تلبسيش ما تعليش صوتك فبقت ثقافة مجتمع بالضبط وده ياخدنا للمقطة الأخيرة اللي هي عن فرق بسيط إيه اللي عملوا المسيح إيه اللي عملوا المسيح مع المرأة الحقيقة بحتار من وجود من تعامل الرب يسوع مع المرأة إزاي إن هو يعني احترم وحب المرأة أكتر من أي حد تاني تصرفه مع المرأة كل شيء قاله أو عمله بالنسبة للمرأة بيحتاج لساعات عشان ندرسه لكن هاخد بس الجزء ده عشان نختم بيه هاخد أهم تصرف عمله المسيح مع المرأة اللي هو إيه أتمنى أن كل سيدة تسمع وتدرس الجزء ده عشان تعرف مكانتها عند الرب يسوع أمين أهم حدث في التاريخ في المسيحية هو قيامة الرب يسوع نظبوط ولولا ما كانتش فيه مسيحية لما أراد الرب يسوع أن يبعث عشان يبلغ تلاميذه وأنه هو قام ما اختارش واحد من الاثناشر الرجال ما اختارش واحد من الحلقة المقربة إليه بطرس ويعقوب يوحنى اللي هم كانوا معاه وقت جبل التجل اللي كانوا معاه وقت الجلجثة اي لا اختار سيدات يعني بطرس نفسه ما اختروهش مع أن بطرس هو نفسه للرب يسوع قال له أنت بطرس على هذه الصخرة أبن الكنيسة نعرف متى 28 الآتي 28 29 وفيما هما منطلقتين اثنين ستات لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني ولما راحوا الستات يقولوا للتلاميذ الرجالة إيه اللي حصل لـ 24 10 11 وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل فتراء كلامهن لهم للرجالة كالهذيان ولم يصدقوهن طبعا شايف تعامل الرب مع المرأة هو اختار لحد صدقه على طول يسوع بيعطي ليهم أهم خبر والتلاميذ مش واثقين في الستات ولحد النهاردة بعد 2000 سنة لسه مثال في بعض الناس بيستخدموا بعض آيات كتابية عشان يثبتوا أن المرأة غير جديرة بأنها تخدموا إحنا بنواقد أنفسنا إحنا بنطمئن للمرأة الطبيبة ومفيش مانع أنها تعلم أطفالنا في الكنيسة في مدارس الأحد ونأمن للمرأة أنها تقود طيارة ركبت طيارة مرة كل الطقم بتاع القيادة كانت ستات وبنمدح المرأة القاضية والوزيرة والسفيرة لكن نرفض أنها تعلمنا في الكنيسة بسبب آية ونفسرها خارج السياق وبنصر على رأينا ما أعمق الهو بين تعامل الرب يسوع مع المرأة وتعاملنا احنا مع المرأة لم يسير الرب يسوع في اتجاه اللي صار فيه على فكرة كل المعلمين اليهود وكل الرجال في عصره أعطى الاحترام والمحبة للمرأة ولم يفرق في معاملته بين الرجل والمرأة يا ترى هل نتعلم منه هل نحاول ان احنا تكون تعاملتنا مع المرأة بتعكس اللي علمه الرب يسوع حتى وإن كان ده يناقض اللي عايزه المجتمع بتعنا اتمنى أمين أستاذي الجليل العزيز أشكر الله من أجلك ومن أجل كل رجال ونساء الله الأطقياء أشكرك رب من أجل حريتك مش هقدر أختم إلا بشكر لإلهنا ملك الملوك أشكرك لإنك أب عادل وحنون ورحيم وترانا بمحبتك وكما خلقتنا جزء منك ليك كل المجد والكرامة يا سيد أسألك حرية من أجل كل إخواتي المستمعين النهاردة ليك المجد أمين أحبائي إلى اللقاء